مبارح كان ماتش لوكاكو مع لوتارو مارتينيز الحقيقة الاثنين كان في حالة انسجام عنيفة جدا بينهم وأعتقد ده ترجم من خلال خمس أهداف قدروا أنهم يحطوها في مرمى شخطار تأهلوا بيها لنهائي البطولة كانت الحقيقة مدرب إيطاليا أخذوا بالحضراتكم الماتش بتاع شخطار ده جاي من خلفية حالة من حالات التوتر بين كونتي المدير الفني وبين إدارة النادي وكان فيه تقارير كتير جدا في الفترة الأخيرة بتتكلم على احتمال أن كونتي ما يكملش مع الفريق وبتتكلم وطرحت بالفعل بعض الأسماء اللي ممكن أنها تتولى المهمة مهمة المدير الفني الانتر ميلان في لحظة وفي فترة خوض الفريق لمباراة مصيرية مباراة قبل النهائي اللي تأهلوا النهائي اليوروب تليج لكن الحقيقة كونتي ودي بقى الناحية الاحترافية دي الحقيقة ممكن بشكل كبير جدا تبقى ناحية من وحي الاحترافية اللي فيها فاسد تام بين مهمتي كمدير فني وبين علاقته بإدارة النادي وأي مدير فني على فكرة بيبص دايما في مشواره مع أي نادي لعدد زيما النادي بالضبط وزيما اللاعيبة بيحصل على ألقاب المدير الفني كمان يه Europeans بشكل كبير جدا يحصل على ألقاب خلينا نشوف فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بكونتي مدير الفني لفريق انتر ميلان وأرجع لحضراتكم مرة تانية أنا سعيد بالقول إننا راضون غاية الرضا لأن المشجعين شاهدوا انتر ميلان يتأهل أولا إلى الدور نصف نهائي والآن إلى نهائي الدور الأوروبي وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات نتطلع بالطبع إلى إسعادهم لكننا ندرك أننا سنجابه في النهائي خصما له خبرة واسعة لأنه فاز باللقب خمس مرات ولذلك علينا أن نعد أنفسنا على أفضل ما يرام مثل ما أعددنا لفريق شاختار حقيقة يمكن على الناحية التانية طبعا رد فعل مدرب شاختار اللي قد مباراة يمكن ما تعكس الهزيمة التقيلة اللي متحققت في مطش مبارح لكن الحقيقة هو يمكن تماسك أو الفريق تماسك لحد دقيقة ستين بعد كده بدأ الانهيار والحقيقة يمكن الويس كاسترو المدير الفني لشاختار بعد هزيمة الفريق الصحقة يمكن بخمس أهداف دون مقابل على إيد طبعا الإنتر في الدوري الأوروبي أو في اليوروباليج كالليل حقيقة تعليق أيضا هنتبعوا مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي نتيجة مباراة اليوم سلبية بالنسبة لنا فهي تترك في سجلنا علامة سيئة لم نردها علينا تهنئة المنتصر ففريق إنترميل يستحق الفوز لكننا لم نلعب بالمستوى الذي لعبنا به في المباريات السابقة أود أيضا القول إننا تأهلنا بقدارة إلى الدور النصف النهائي أتحمل مسؤولية ما حدث هنا اليوم أنا مسؤول عن هزيمة شخطار لأن هذا لن يغير ما حققه لاعب الفريق إلى الآن علينا أن لا ننسى الإنجازات التي تحققت نحن ساعدون بصفة عامة بأدائنا في عدد كبير من المباريات وبالنتائج العظيمة التي حققها اللاعبون سنحلل هذه الهزيمة مثل ما نفعل مع الانتصارات لكنني لن أدعى هذه العلامة السوداء تلطخ بعض الأشياء الإيجابية واللحظات الجيدة للفريق إنجاز الحقيقة كبير لفريق بحجم شخطار أنه يوصل أنه يكون من ضمن الأربع الكبار على حساب أندية كتيرة جدا حقيقة خرجت من البطولة مبكرا ولكن في النهاية الحقيقة كان صعب اصطدامه بالإنتر ميلا النهاية هيكون إن شاء الله يوم الجمعة الجاية أسبوع حافل عندنا مطشين قبل النهاية في سيزن أعتقد أنه اتكاروت إلى حد كبير جدا ولكن الحقيقة دي قدرت الأندية أنها تكمله بصعوبة طبعا بسبب أزمة الكوفيد-19